خارطة جديدة للقوى السياسية في تونس خارطة تختلف كثيرا عن تلك التي رسمتها نتائج وانتخابات البرلمان في 2014 فحزب نداء تونس الذي حل أولا وفق تلك النتائج تقهقر حتى المركز الثالث جراء نزيف متواصل لمقاعده في البرلمان اذ ترجع تمثيله من 86 مقعدا إلى 39 مقعدا فقط وذلك بعد سلسلة من استقالات النواب المحتجين على سياسات نجل الرئيس التونسي والمدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي ذلك الرجل الذي يفتقد للكاريزما التي يتمتع بها والده بحسب النواب المستقيلين ورغم توقعات بضمحلال تأثير نداء تونس وربما قيابه عن التمثيل البرلماني إلا أن زعيمه ورئيس البلاد الباجي قايد السبسي أعلن إنهاء التوافق مع حركة النهضة التي باتت صاحبة الحظ الأوفر من المقاعد البرلمانية بـ 68 مقعدا بعدما كانت في المركز الثاني بعد نداء تونس الذي سيطر حينئذ على الرئاسة والحكومة والبرلمانة السبسي برر إنهاءه التوافق مع النهضة بإصرار الحركة على دعم حكومة يوسف الشاهد الذي فصله السبسي من الحزب إذ يرى السبسي أن شرعية حكومة الوحلة الوطنية التي يقودها الشاهد قد انتهت وعلى الشاهد التوجه إلى البرلمان لأخذ شرعية جريدة وهو الموقف الذي ترفضه النهضة وكتلة الائتلاف الوطني التي تشكلت حديثا من النواب المستقلين من نداء تونس والتي باتت تحتل المركز الثاني في البرلمان بـ 47 مقعدا من جهتها نفى قياديون في النهضة أن تكون الحركة اختارت التحالف مع رئيس الحكومة ضد رئيس الجمهورية مؤكدين أن النهضة اختارت فقط الاستقرار الحكومي لأن تونس في رأيهم تحتاج إلى توافقات وطنية واسعة وروح تجميعية كبيرة داخل البرلمان وخارجه وبحسب مراقبين فإن تونس مقبلة على تغييرات كبيرة قد تغير موازن القوى السياسية في البلاد تزامنا مع قرب الانتخابات البرلمانية الجريدة العام المقبل تغيرات يراها البعض تصب في صالح من يصفونهم بقوى الثورة بعدما فشل زعماء الثورة المضادة في حكم تونس